بكل تأكيد كلنا بنتابع ردود الفعل والأصداء الكبيرة لمهرجان العالمين في نسخته الأولى واللي كان حديث العالم كله على مدار أكتر من خمسين يوم ده طبعاً باعتباره أكبر وأهم حدث طرفيه في الشرق الأوسط والمهم كمان إنه عكس صورة مهمة جداً للتطور العمراني والسياحي في مصر خاصةً في مدينة العالمين الجديدة واللي أصبحت منطقة جازب سياحي فريدة من نوعها على ساحل البحر المتوص المهرجان في الحقيقة قدر إنه هو يروج لمدينة العالمين الجديدة وأجمل المدن السياحية في المنطقة متن واللي تصممها على أساس تكون مدينة مليونية ومدينة ذكية من الجيل الرابع عشان كده الكل كان في الحقيقة مستمتع جداً جداً بالأجواء المختلفة والجديدة اللي موجودة في العالمين طوال فترة المهرجان واللي قدر إنه هو استضيف مجموعة من أهم الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين في مختلف المجالات زي ما تابعنا طبعاً في خلال فترة المهرجان طبعاً بكل تأكيد أنت بيكون صعب جداً أنك ترضي كل الأزواء لكن اللي حصل في مهرجان العالمين بيؤكد أن التنظيم لهذا المهرجان الكبير الفعليات المختلفة الفنانين اللي كانوا موجودين وحضرين بفئات عمرية مختلفة بأصناف مختلفة من الموسيقى شفنا تنوع فكان المهرجان حقيقي أنه جمع ما بين كل الفعليات وكمان الفعليات الثقافية والفنية والأنشطة الترفيهية والرياضية المختلفة عشان كده نقدر نقول أنه المهرجان تجاوز بقى يكونوا أكبر حدث ترفيهي وقدر أنه يقدم تجربة جديدة هذه التجربة بتمزج الحفلات الموسيقية بالأنشطة الثقافية وكمان الأنشطة الرياضية ويقدم مدينة العالمين الجديدة كأحد أفضل الوجهات السياحية في العالم كله جميل كمان يا شازلي يعني واللي أنا عايزة أقوله أن دلوقتي قادرين نشوف مدينة العالمين مش بس مصيف العالمين النهاردة مدينة مفتوحة طوال فترة السنة لأن فيها أحياء سكنية جماعات مستشفيات مناطق تجارية خدمية على مساحة خمس تلاف فدان يمكن اللي تابع واللي شاف واللي راح قدر أن هو يشوف المباني اللي فجأة بقت على الطرق يمين وشمال المقاومات اللي قدرت تخلي مدينة العالمين في حالة بغار دائم سواء للمقيمين فيها أو للصياح اللي طبعا ظروها السنة دي وده بسبب طبعا المهرجان احنا وكالعادة بنتابع مع حضراتكم النهاردة في خلال حلقتنا الأصداء وردود الفعل الإيجابية اللي كانت طبعا من الصحف والإعلام مش بس العربي لا كمان العالمي وهنتابع مع حضراتكم الانعكاسات اللي يمكن سببها المهرجان على مدار الخمسين يوم اللي فاتوا سواء انعكاسات على السياحة أو على الاقتصاد من خلال طبعا حلقتنا النهاردة أهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر ونصبح على حضراتكم